موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين أسعد الله مساءكم أينما كنتم إليكم عناوين النشر موسيقى رئيس الجمهورية يغادر يغادر العاصمة متوجها إلى جوهانسبورغ للمشاركة في قمة بريكس بقنوب إفريقيا تغير المناخية تسبب في خلق ظروف ملائمة للحرائق في كنالا من مقدمة النشر إلى تفاصيلها أهلا بكم غادر فخامة رئيس الجمهورية سيسماعي العمر صباح اليوم جبت العاصمة متوجها إلى مدينة جوهانسبورغ بقنوب إفريقيا للمشاركة في أشغال قمة دول مجموعة بريكس التي تنطلق غادنا الخميس على مستوى القادة والرؤساء وكان في ودعه في مطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد ورئيس الجمعية الوطنية سيد ديليتا محمد ديليتا إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية رفيع المستوى ويرافق رئيس الجمهورية في هذه القمة وفدهام يضم وزير الشرون الخارج والتعاون الدولي الناطق الرسم باسم الحكومة سيد محمود علي يوسف ومسؤولين آخرين وتقدر الإشارة إلى أن أشغال القمة انطلقت تامسل الثلاثة وتأتي في مساء لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي وتتصدر مناقشات وتوسيع قاعدة الدول المنظمة إلى التحالف هذا ومن من قرر أن يلتقي رئيس الجمهورية كالعادة على هامش هذه القمة بنظرائه المشاركين لبحث تعزيز وتطوير علاقات بلادنا مع تلك الدول في مختلف المجالات حسن موسى حسن تاجر جيبوتي الشاب مقيم في جوهنسبورغ بقنوب إفريقيا هو اليوم رئيس شركة يعرفه العديد من أصحاب المطاعم الصومالية بقنوب إفريقيا وأصبح اليوم حسن على رأس شركة تضم عدة أو توظف العديد من الشباب المزيد نتابع في هذا التقرير موسيقى 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 موسى حسن موسى حسن معروف باسمي حسن جبوتي عشت في جبوتي في الحي السابع أي كارتي سات أنا تاجر وأعمل هنا في جوهنسبيرغ في مجال مداد الغاز للمطاعم وأصحاب الأماكن المختلفة في المدينة بدأت عملي التجاري في جبوتي كنت مورد اللحوم للمطاعم وعملت في عدة وظائف وفي جبوتي بدأت بناء مسيرتي المهنية ثم أتيت إلى جوهنسبيرغ قبل 12 عاما من الصفر وقبل أن أبدأ كمورد للغاز بدأت في شراء الأرز الذي قمت في توريده للمطاعم وازدهرت أعمالي الصغيرة وهنا بدأت في تحقيق عائدات أشعر بقدرة أكبر على النجاع في عادة التحول حيث أن الجالية الصومالية الكبيرة في جوهنسبيرغ التي ترغب في شيء مألوف تتولى زمام هذا القطع من النشاط يتبتع حسن جيوتي بسمعة طيبة خاصة عند اللاجالية الصومالية في جوانسبيرغ وهذا بفضل عمله العالي وتقديمه للجميع وطبيعة أخلاقه وهو بلا شك نموذجا للنجاع ومثلا للشباب في القطاع العام الذي يرقب في العمل بشكل متواصل ويرى مستقبله المهني أتسر في القطاع الخاص كما قمت بإنشاء علامة تجارية باسمي حيث بالإضافة إلى صفة مستورد للغاز من روسيا وقطر أعمل أيضا في مجال الأغذية العامة ولسيما في توزيع الأرز من روسيا والهند واليوم على رأس شركة توزيع تقدم ما يغرب من مئتي مطعم وحوالي ثلاثمائة عائلة أقوم بالتوظيف حوالي عشرة وقلاء على شكل دائم وما يغرب من مئة آخرين بشكل غير ذلك حلمي الكبير هو العودة إلى جبوتي وطني الغالي للاستثمار ووضع على أرض الواقع تجربتي وتحقيق الإنجازات تحت شعار بريكس وأفريقيا بدأ قادة رابطة كبرى الاقتصادية الناشئة أمس ثلاثة اجتماعانية استمر إلى غدا الخميس في عاصمة جنوب أفريقيا جهانسبورغ تأتي القمة وساط محاولات لإنهاء الهيمنة الغربية على الساحة الدولية كما يشمل جدوى الأعمال هذا العام احتمالات التوسيع المستقبلي للعضوية في بريكس وهو ما أبدت المجموعة في وقت سابق انفتاحها عليه وسبق أن عبرت العديد من الدول الأفريقية وغيرها عن رغبتها في الانضمام للتكتل وتمثل بلدان بريكس البريزيل وروسيا والهند والصين وغنوب أفريقيا ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدت المزيد من الدول اهتماما بالانضمام للتكتل قبل قيمته التي تستضيفها جهانسبورغ وتستمر حتى غدا الخميس وتم تعزيز الإقراءات الأمنية في مختلف الأنحاء عنحاء المدينة حيث استضاف رئيس جنوب أفريقيا استضاف نظره الصيني ورئيس الوزراء الهندي ورئيس البريزيلي لقانب نحو خمسين رؤساء آخرين أو مسؤولين آخرين استقبل رئيس الوزراء ورئيس الحكومة بالإنابة السيد عبدالقادر كامل محمد صباح اليوم وفدا من أليسكو برئاسة وزيرة الشباب الثقافة الدكتور هيبو مؤمن عسوي وعلى رأس هذا الوفد الهام خبيران دوليان هما الدكتور فتحي والدكتور عبدالهادي ويأتي هذا الاجتماع في جيبوتي لحضور الاجتماع الإقليمي الأول في طار مشروع التسجيل الجماعي للتقاليد والعادات المتعلقة بالزواج التقليدي للدول العربية في السجل العالمي لليونسكو بحلول مارس 2024 ورحب رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة السيد عبدالقادر كامل محمد باختيار جيبوتي لعقد هذا الاجتماع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية من أجل التعزيز وتطوير والتنسيق بين دول الأعضاء شارك الشباب الجيبوتيون الذين استفادوا من برنامج مونديلا واشنطن المعروف بيالي لهذا العام تجربتهم مع شباب آخرين في حدث حضره الملحق الثقافي والصحفي في سفارة الولايات المتحدة في جيبوتي وناقش أولئي المشاركون الشباب الجدد والمشاركون الشباب في السنوات الماضية في فعليات برنامج مونديلا واشنطن يالي خبرتهم ورحلتهم والدروس التي استفادوا منها في الولايات المتحدة خلال برنامج القيادة كما حضره اللقاء الشباب الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج العام المقبل حيث ثم خلال الاجتماع تبدو الأسئلة والحلول وبحث طرق الوسول والتحضير الجيد للمتقدمين في المستقبل وتمثل مبادرة القادة الأفارق الشباب يالي جهدا مميزا من الحكومة الأمريكية للاستثمار في الجيل القادم من القادة الأفارق وفي كلمة مقتضبة للملحق الثقافي والصحفي بسفارة الولايات المتحدة في جيبوتي سيدة ديفيد شكر جميع الحضور على المشاركة الفعالة وأشهد بالرؤية الإضافية حول هذا البرنامج التي تهدف إلى تأتي رجابيا على تنمية المهارات القيادية في القارة السمرة قام ولي منطقة تاقورة السيد محمد حمد عباس قام بزيارة لموقع بناء المستشفى الإقليمي المستقبلي لمحافظة تاقورة واستقبل والي المنطقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى موقع الزيارة من قبل رئيس الأطباء والمسؤولين في المشفى الإقليمي الدكتور وكبار المسؤولين أيضا في المشفى الإقليمي الدكتور دينبيو ومهندسي الشركة الصينية المكلفة ببناء هذا المشفى الإقليمي هذا تم خلال هذه الزيارة تقديم للحاكم والوفد المرافق له إضاحات مفصلة حول التقدم المحرز في أشغال بناء المشفى الإقليمي في ثقورة ويستعرض أيضا الأقسام المختلفة للمشفى المستقبلي حيث تمكن أيضا من رؤية العمل الذي تم تنفيذه وفقا لخطة محددة خاصة على مستوى المبنى الرئيسي الذي سيضم خدمات الطوارئ والاستشارات الطبية والخدمات الأخرى ووحدة التشغيل المختلفة كما تم بناء المبنى الذي سيضم جميع الخدمات اللوجستية للمشتشفى المستقبلي ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الرائدة والهامة للسياسة الصحية لفقامة رئيس القمهورية السيد اسماعي العمر هيجلي ومن المتوقع أن يلبي هذا المشفى الذي سيتم بنائه بأحدث التكنولوجيا المتطلبات الصحية للأهالي القاطنين في تاكورا ورحب الوالي محمد حمد عباس التقدم المحرز في أشغال بناء المشفى وأكد على همية هذه الخطوة ومن المقارة الانتهاء من العمل الذي سيستمر ثمانية شهر في عام 2024 وسيتم تزويد المستشفى بجميع المعدات اللازمة لتشغيله وفي كلمة له إذا عبر محافظ منطقة تاكور عن الشكر والتقدير لجميع الذين سهموا في إنقاح مشروع بناء المستشفى الذي سيلعب دورا كبيرا وعربه عن شكره للحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق الذي كان مصدر هذه الهدية التي لا تقدر بثمن كما شكر المسؤولين والطباء وجميع الذين يعملون في هذا المشفى الإقليمي من أجل تقديم الدعم الطبي والصحي للأهالي نبقى في تاكورا حيث قاموا المنطقة بزيارة للمستشفى المؤقت الذي تم بناءه عبر الخيام وذلك بهدف التطلع عن قرب حول النشطة الصحية التي تنفذ في هذا المشفى المؤقت الذي يعالج حالات الطوارئ أيضا وفي ظل التوضيحات المنيرة للمدير الطبي في منطقة تاكورا دكتور دنبيو تمكن الوالي من متابعة سير وطبيعة العمل في هذا المشفى المؤقت وبدأ من خدمات الاستقبال للحالات الطارئة التي تطلب رعاية عاجلة إلى الخدمات التي تقدم من قبل موظفي هذا المشفى الطبي إذن تم تقديم له لوالي منطقة تاكورا إضاحات مفصلة حيث يعمل الطباء والمرضين بشكل مستمر ليلا ونهارا من أجل خدمة لها للقاطنين في تاكورا والنواحي التابعة لها وتم في هذا الإطار توفير جميع المستلزمات الضرورية خاصة في مختبر التحليل البيولوجي وقد قام المحافظ برؤية عدد التقيمات التي تم إنجازها في هذا المشفى المؤقت في إطار النسخة الثالثة من سباق ثلاثية المعروف بترياتلون المقرر إجراؤه نهاية هذا الأسبوع بتاكورا عقد وفد من أمانة الدولة المكلفة بالرياضة أو مسؤولين من إدارة تاجر اجتماع عمل مع حاكم المدينة وتمكن المجتمعون خلال هذا اللقاء من مناقشة مختلف سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بالأمن واللوجيسيات وضمان جميع الأدوات اللازمة من أجل حسن سير هذه التظاهر الرياضية وخلال الاجتماع الداخلي عرض نائب مدير تاكورا الخطة التفصيلية لتنظيم الترياتلون ونقش أعضاء الفريق الهم المكلف بتنظيم هذا الحدث الرياضي مختلف القوانب التي يجب تنفيذها من أجل حسن سير أنشطة وأعمال وبرامج هذه الفعاليات الرياضية التي ستشهدها في نهاية الأسبوع القادم منطقة التاكورا يستعد فريق عرتاسولار لخوض يوم الخميس الموافقة 24 من شهر أغسطس الجاري مبارات العودة ضد فريق هورسيد الصومالي في إطار الدورة التمهيدي لكأس الكونفدرالية في منطقة شرق ووسط إفريقيا وتقام هذه المبارات على ملعب عزام في تنزانيا لحسم التأهل إلى دورية 32 من البطولة الإفريقية هذا هو فاز فريق عرتاسولار على نظره هورسيد الصومالي بثلاثية نظيفة في المبارات التي أقيمت بينهما يوم اليسين الماضي في ذهاب دورية 64 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وسيواقه عرتاسولار فريق مصير الكبير الزمالك في دوري 33 من كأس الكونفدرالية الإفريقية ومن المقرر قامت مبارات الدهاب أحد في الخامس والسادس السابع عشر من سبتمبر القادم في ملعب قوليد في أرض الوطن إذن نواصلها النشرة وإلى ساحة الدولية أدى الاحتباس الحراري إلى جعل الظروف الجوية القاسية وراء موسم الحرائق المستعرة في شرق كندا هذا العام أدى الاحتباس الحراري إلى جعل الظروف الجوية القاسية وراء موسم الحرائق المستعرة في شرق كندا هذا العام أجسر احتمالا بسبع مرات على الأقل وفقا لدراسات نشرتها أمس ثلاثة شبكة من العلماء متخصصين في هذا النوع من الحرائق وتواصل الباحثون إلى أن تقير المناخ الناجم عن النشاط البشري زاد من احتمال ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض مستويات الرطوبة على وجه الخصوص وهو ما لعب ذورا رئيسيا في انتشار الحرائق وتشهد كندا موسم حرائق أدسر تدميرا في تاريخها هذا العام ينشط أدسر من ألف حريق من الشرق إلى القرب في هذا الوقت وقد احترق بالفعل أدسر من 15 مليون هتر في البلاد وهي مساحة أكبر من مساحة اليونان وهذا بالفعل أدسر من دعف الرقم القياسي السابق المسجل خلال موسم الحرائق الكامل في حين أنه لا تزال بعيدا عن هذا العام وكان لابد من إجلاء حوالي 200 ألف ساكن وتوفي أربعة أشخاص في هذا السدد تبدأ اليابان غدا الخميس عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية بعد 12 عاما على واحدة من السؤال الكوارث النووية في العالم المزيد مع الزميل خادر عيني أعلن رئيس الوزراء الياباني الثلاثان العملية المثيرة للجدل لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما ستبدأ الخميس في قرار سارعت هونغوك لرد عليه بفضل قيود على استيراد المواد الغدائية اليابانية وهذا المشروع الذي وافقت عليه في مطلع يوليو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد توكيو أنه سيكون آمن للبيعات وصحة الإنسان لكن عملية التصريف التي من المفترض أن تستمر العقود تثير أيضا مخاوف وانتقادات خاصة من الصين واتهمت الصين الثلاثاء اليابان بالتخطيط لتصريف مياه ملوثة نوويا بصورة تعسفية في البحر وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني إن المحيط ملك عام لجميع البشر وليس مكانا لليابان كي تصرف فيه بصورة تعسفية مياه ملوثة نوويا مضيفا أن بكين ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان البيئة البحرية وسلامة الغداء وصحة الأمة حيزاء المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشر طبعا أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ترككم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة